وإلى عفو الله بمدينة خنيفرة بعد صراع ومعاناة مع المرض عن سن 62 عاما الراحل رويشة كان قد غادر سرير المرض مؤخرا بمستشفى الشيخ زيد بن رباط عائدا إلى مسقط رأسه حيث تحسنت حالته السحية ورقا عن الراحل محمد رويشة أعدتها مهال كرومبي لم تمهي للموت هرم الأغنية الآمازيغية محمد رويشة حتى يعود لمحبي وعشاق أصالته المغربية والأمازيغية خبر وفاته تلقته الأوساط الفنية بشكل مفاجئ بعد أن طمعن فيما قبل جمهوره بتمتل للشفاء بل وقرب عودته برائعة جديدة القضايا العربية وهذا ربيع الشباب العربي إشقى الحال إشقى وعراب إشقى إشقى الحال إشقى محمد هواري ينحدر من أسرة مقاومة من تنغير ازداد من مدينة خنفرا سنة 1950 ولقب برويشة بالأمازيغية كناية لمسجه العجيب بين الإقاعات والأغاني رحل عن رويشة ليترك وراءه إنتاجات أتتت أربعة عقود من الإبداع الفني الذي لم ينضب وكما سالت دموع في عيون أحبائه خلال مرضه ستحزن قلوبهم لفقدانه لكن ستحتفظ ذاكرة بأغانيه الخالدة الفقيد محمد رويشة سيوار ثرى غدا بمسقط رأسه بمدينة خنفرا بعد صلاة الظهر رحم الله الفقيد وإن لله وإن إليه راجعون كاميرا الأولى زارت هذا المساء منزل الراحل محمد رويشة بمدينة خنفرا وأعدت الروبورتاجة التالية عبسلام الخلوي الحسين جرشان وابراهيم الغوتي رأيت المنية خبط عشوى من تصب تميته ومن تخطئ يعمر فيهرمي هكذا قالها الشاعر وهكذا يودعنا اليوم الفنان محمد رويشة بعد أن اختطفته يد المنون اليوم الثلاثاء بمدينة خنفرا بعد صراع ومعاناة مع المرض وبرحيله يفتقد المشهد الوطني أحد أقطابه الذين أبدعوا تراثا أصيلا مفعما بكل الأحاسيس الرائعة التي وسمها بالحب والطيبة وأدها بعفوية وصدق سنعيش اليوم وحد الحادث لقصحنا شيء شوية في خاطرنا ونتمنى أن الولي الديري يرحمه الله إن شاء الله ورحم جميع المسلمين أطال التورات الأمازيغية عاود الحواج اللي داروا الناس من مشحال هذي اللي باش غديبينهم باش يبقى التورات ونتمنى وحنا نكونوا لغوليف ديال التورات أسمو أحمد الله وليه برحمة الله صديق من 1962 إلى الدبا معمرنا دخصنا معمرنا تغيرنا الله وليه برحمة الله أحمد رويشا الله وليه برحمة الله أطحنا واحد الهارم الكبير في الفن الأمازيغي أحمد رويشا مشيغي في الفن دياله أحمد رويشا كريم راجل كريم راجل مزيانة راجل اللي معمره ما تعيب مع التشي واحد في الحياة دياله أعطاه بزافة للفن أعطاه بزافة لها تشي ديال المغرب شجع المغاربة كاملين وديال الجمهور المغربي خارج المغرب وداخل المغرب وأعطاه واحد الصورة اللي معمرها تحييد من قدام المغرب محمد رويشا واحد الفنان الكبير وكذلك كان ملتزما كان إنسان محبا لفنه ومحبا لجمهوره فمحمد رويشا منذ نعمة أضافره هو ملتزق بالأغنية الأمازيغية وبألة الأواتر وظل جاهدا يناضل من أجل الأغنية المغربية حتى تطايرت شهرته إلى العالم كان الراحل رويشا فنانا أصيلا وصوتا مفعما بالأحاسيس متشكرا